سيادة وسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض بلد ملفات ذات صلة الليلة أردنية نتجاه غزة كيف نقيم الموقف على الأرض عسكريا في غزة كيف هو الحال اليوم وعلى الأرض أيضا كيف هو الحال بمشاهدات شبكة مراسلين من غزة الضفر الغربية ومن لبنان الأردن والجهد المبدول اتجاه غزة كيف نقرأه موقفنا بشكل عام وأسباب الدور الأردني لماذا عليه أن يكون متقدما سأل سائل إن قامت الدول العربية مجتمعة بكسر الحصار وإدخال المساعدات ماذا استفعل إسرائيل فأجاب مجيب أزمة سياسية ودبماسية فسأل آخر في تجربة الأردن وتنفيذ انزال جوي وكسر الحصار فأجاب مجيب الانزال كان بالتنسيق فسأل آخر لماذا لا ينسق الآخرون إذن ويفرضون رغبتهم مثل ما فعل الأردن من هنا نتساءل مع ضيفنا حسين هزاع المجاري عضو مجلس العيان عن الموقف الأردني وتقييمه مساء الخير باشا أهلا بك شرفنا بحضورك الليلة وأبدأ من الموقف منذ بداية العدوان والجهود الأردنية التي بذرت منذ اللحظة الأولى حتى اليوم وتقييمنا لهذه الجهود بسم الله الرحمن الرحيم أولا مساء الخير لك أولا للمشاهدين وبالأول يعني حتى مع الحزن الذي نمر به وجب أن نبارك في عيد الميلاد المجيد إلى إخوتنا مسيحيي الأردن وفلسطين والعالم العربي في العيد المبارك وهؤلاء هم أشقائنا التوأم الروح وما أسميهم بملح الأرض فعيدهم مبارك مع الحزن الذي يشاطرون إياه الأول يا سيدي منذ بدء العمليات الحربية في قطاع غزة الأردن أخذ موقف مشرف تجاه دعم أخوانه في فلسطين وموقف متقدم جدا ليس بالقول فقط لا بل بالفعل وهذا ليس بغريب على الأردن هذه مواقف الأردن منذ الأزل فيما يحاكي القضية الفلسطينية مع أشقائه الأردن هي الرئة التي تتنفس منها فلسطين ونحن وهبنا ونذرنا أنفسنا في المملكة الأردنية الهاشمية لفلسطين استشهد أبناء الأردن على تراب فلسطين بما فيهم الملك المؤسس استشهد في القدس وهذا ليس بغريب على شعب الأردني وموقفه انقسم الموقف الأردني على عدة محاور المحور الأول هو المحور الدبلوماسي اللي قاده جلالة الملك بمخاطبة رؤساء الدول وخاصة في العالم الغربي الذي يدعم الجيش الاحتلال ودولة الاحتلال إسرائيل وتكلم كما يتكلم جلالة الملك دائما برزانة بحكمة بحصافة باعتدال وكان حازما في نقل الرسالة الحقيقية وإيضا خوطبة الداخل الإسرائيلي لأنه بالضرورة أن يشرح للداخل الإسرائيلي ماذا يجري بعيدا عن ماكينة الصحافة والإعلام الإسرائيلي التي تتبث الأكاذيب فهذا المجال قام به جلالة الملك ولا شك أنه الدبلوماسية الأردنية بمؤسستها للوزارة الخارجية قامت بدور ممتاز بتوجيه من جلالة الملك المسار الآخر الدعم الشعبي من الأردن لا مثيل له الدور اللي قامت في قوات المسلح الدور التي تقوم به الهيئة الهاشمية الهيئة الخيرية الهاشمية الدور الإقليمي التي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية والتنسيق المشترك مع الشقيقة مصر التي لها علاقة مباشرة كما للأردن علاقة مباشرة في هذا الصراع ونتائج هذا الصراع نعم بدي أاجي شوي للجهد الدبلوماسي والأردن اتخذ جالبا وخطوة واضحة بالحديث عن الأزمة تبدأ بوقف إطلاق النار لتنتهي وبحل عادل للقضية الفلسطينية وهذا حديث الأردن منذ قبل السابع من أكتور نعم شوف سيدي هذا موضوع بالنسبة للموقف الأردني لا جدالة فيه يعني الأردن كان واضح من اليوم الأول وحتى من قبل حل الدولتين إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة على أرضها وعلى خطوط ما قبل الرابع من حزيران عام 1967 هذا لا جدالة في ذلك هذه رسالة الأردن إلى الإقليم وهذا رسالة الأردن إلى العالم إن كان ثنائي أو من خلال عدة أطراف كالاتحاد الأوروبي أو في المحافل الدولية هذا لا شيء والأردن صوته عالي ولكن الأهم من صوته عالي صوته عالي ومسموع لدى أصحاب القرارات سياسة الأردنية بقيادة سيدي صاحب الجلالة دائما هي داعم إلى القضية الفلسطينية وليس سرا وذكرتها في لقاء جلالة الملك يجتمع في كثير من الناس وأنا تشرفت في أحد لقاءات جلالة الملك أن أكون حاضرا لم أرى في حياتي جلالة الملك في درجة غضب شديد عن ما يجري من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية في غزة وكان حازما في ما هي خيارات الأردن لم أرى في حياتي جلالة الملك في هذه حالة الغضب والحزن أيضا ولكن كان حازما في هذا وحتى وصفته وكان شامخا كالجبل طيب اليوم في جهود بما سيء لا تزال مستمرة لكن هناك تعنت من قبل إسرائيل في التعاطي مع كافة الملفات التي يطلبها العالم اليوم لأن الرسالة الأردنية باتت رسالة العالم العالم يريد وقف إطلاق دار في قطاع غزة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن تخرج إسرائيل من المأزق ولكن لا تعلم كيف إن صح التعبير صحيح؟ سيدي أعتقد كثير من الدول صعدت إلى أعلى الشجرة ولا تعلم كيف تنزل إلى الأرض وهذا ليس معلومات ولكن تحليل وأنا متأكد من ذلك كثير من هذه الدول ما يتداول بالعلن ليس كما يتداول بالغرف المغنقة الأردن بقيادة جلالة الملك ومن جلالة الملك شخصياً أيضاً بخلال زياراته نقل الصورة وأثر وتصرفت كثير من الدول على هذا في بعض المنتقدين يقولوا أن الأردن دولة صغيرة تعيش على المساعدات في موقفها هذا صعدت إلى قمة الشجرة ولن تعرف كيف تنزل أنا بقول للمشكك الأردن طلع على الشجرة طلع على النخل ما طلع على شجرة وعنده أسنصير وعنده درج كهربائي وعنده سلم يستطيع أن يصعد وينزل كما يشاء الأردن قوي لأن الأردن صاحب مبدأ نحن نعمل بمبدأ علاقتنا مع فلسطين هي علاقة عضوية ليست علاقة مصلحة وليست علاقة جوار فقط وليس علاقة عروبة فقط وليس علاقة دين إسلامي أو دين مزيحي فقط فهي علاقة كاملة وعلاقة دم ما بين هذين الشعبين ملف التهجير برأيك اليوم والأردن كان موقف واضح تجاه هذا الملف ولكن مع حديث نتنياهو اليوم تحديدا أن الحرب ستستمر وأنه لا يرى أنها ستنتهي في فترة وجيزة وهو يدفع باتجاه إعادة ملف التهجير إلى الطاولة على أقل تقديم برأيك كيف سيكون الموقف والله يا سيدي بدي قبل ما أحكي بتفضلت عن المعركة أنا مش طالع اليوم مشان أكون محلل عسكري وأتشرف لو كنت يعني ليست تقليل منها بس في أي عملية حسنة في أي عملية عسكرية يكون هناك هدف لا أعتقد أن إسرائيل عنده هدف هناك تخبط في اتخاذ القرار هناك تغيير أهداف مستمر وتقسيم القوة وإنفتاح القوة لا يتناسب مع هذه الأهداف المتغيرة الجيوش تتأقلم والخطط تتأقل يعني تعدل ولكن هناك دخول بدون هدف الهدف التهجير الهدف احتلال غزة الهدف تدمير الأنفاق الهدف قتل السنوار والضيف الهدف قال له هدف مستحيل كوندك الفين هدف من أهدافها التهجير التهجير بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية باستخدام كلمات سيدي صاحب الجلالة هي خط أحمر وعلينا بالأردن أن ننظر بجدية إلى ما يحصل في غزة لأنه لا قدر الله نجح التهجير في غزة إلى مصر ولا أعتقد ذلك قطعيا أعتقد أنه سيسقط بالفكر الإسرائيلي المتغطرس المحتل بأن يسقط هذا على الضفة الغربية وإذا تابعنا الضفة الغربية بدأنا نلاحظ أنه في حراك عسكري أمني إسرائيلي للمناوشات في الضفة الغربية نعم طيب وفي هذا الإطار وانت تحدثت عن العمليات العسكرية وإحنا وانا ذكرت في المقدمة موضوع الإنزال الجوي سبع إنزالات جوية منذ بدء الإدوان على قطاع الغزة ثمانية ترى بالعلم بعرفش ليش بقوله سبعة بس هي ثمانية طيب ثمان إنزالات يسيق نعم هذا الإنزال كان السؤال لماذا يقوم الأردن بالإنزال الجوي هل الإنزال كسر الحصار أم لا ولماذا لا تقدم دول أخرى على هذا الإنزال أنه في ناس بقول لك احنا الإنزال بنعمله بتنزيق يعني أولا هنا أثمن الدور الكبير لو قوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الجيش المصطفوي لا شيء يصعب عليه كما تفضلت وأسلفت التنسيق التنسيق لا يأتي من ضعف التنسيق يأتي من قوة عندما تكون ضعيف لا تستطيع أن تفرض أي شيء على من هو في مواجهتك في أمامك حتى ولو في تنسيق التنسيق يأتي من قوة الموقف طيب إذا أنت تنتقدني لأني نسق تفضل لسق تفضل ليش أكم من شاحنة اللي دخلوا 2% من الشاحنات اللي موجودة في منطقة في منطقة رفح المصرية ومنطقة العريش اللي دخل منها دخل بدون تنسيق ليش بس المملكة الأردنية الهاشمية أدخلت بتنسيق بلاش تنسيق هل تريدني أنا أتكلم عن ماذا قامت المملكة الأردنية الهاشمية من خلال قوات المسلحة الأردنية وبعمر مباشر من جلالة القائد الأعلى عندنا يا سيدي أولا خمس مواقع طبية الكل بيفكر عندنا ثلاث في عندنا في خان يونس مستشفى ميداني في عندنا في أقصى شمال الوسط مستشفى ميداني في باب الهوى هذاك في خان يونس عندنا المستشفى المدولة بالمتحرك في نابلس وعندنا محطة جراحية في رام الله وعندنا محطة جراحية في جنين ذاك اليوم كنت بتكلم مع زميل إلي من الضفة الغربية معلوماته ما بعرف من وين جايبها زميل إلي يعني قال لي راجع هذه المستشفيات لا يقل عن سبعين ألف مواطن فلسطيني ومستغرب ليش يعني بعض الناس حتى بهذه يشكك تم إجلاء تسعين مواطن أردني برحلات مسلاح الجو من مطار العريش الخطورة في الإنزال الجوي خطورة ودقة ومهارة نقول لك ايه ما هو طاير كيف كيف ما طاير منطقة كلها صواريخ وكلها أسلحة محررة يعني محررة يعني يرمي بدون أمر ودقة دقة تستعمل دقة بستعملوا الجي بي اس تحديد لتحديد المكان وهذه بدها هذه بدها جيش عريق كالجيش الأردني أنا اللي مش فاهمه الأردن استطاع أن ينسق أدخلنا مساعدات إلى غزة من خلال الضفة الغربية يعني سقنا فوق الميتين وإشي كيلومتر وهناك فيه نصف كيلو مش قادر يطلع هل يعني نسينا ما تقوم به الأردن وابتدأنا نناقش نفسنا هل تنسيق أو لا الأردن أرسل موات طبية وغذائية لأهل غزة دعما لأهل غزة شكرا للأردن شكرا لجلالة الملك شكرا للقوات المسلحة الأردنية علينا أن نتعلم أن نقول شكرا ولا ننتقد في ذات الإطار وأنت تحدثت عن قوات المسلحة الأردنية وأيضا عن اشتباك على الحدود الشمالية كان اجتماك واسع قبل أيام ولا تزار هناك بعض المحاولات لتهريب الأسلحة والمخدرات من حدود الشمالية والله يا سيدي الوضع بالحدود الشمالية وضع حقا مقلق جدا مقلق من عدة نواحي الدولة التي بجوارك هي دولة شقيقة تتفق لا تتفق هي دولة شقيقة شعبها شقيق وفجأة تفتح حدودها بقصد أو من غير قصد لا أعلم ما هي النية في الباطل مدعومة من جهات إقليمية لإغراق السوق الأردني والسوق الخليجي في المخدرات والأسلحة وإذا لاحظت في العملية الأخيرة كانت هناك شراسة قتالية شراسة قتالية عالية يعني أصبحنا لا نقاتل مهرب مخدرات أو مهرب أربع خمس قطع أسلحة بلشنا نشتبك مع أشخاص مسلحين أسلحة تستطيع الاشتباك مع قوات حرص الحدود والقوات المسلحة الأردنية الثانية التي تعزز حرص الحدود فنسأل أنفسنا هل هناك نية مبيتة لإغراق السوق الأردني في المخدرات والأسلحة لماذا الأسلحة لماذا المخدرات إن كان بالأردن أو في دول عربية الشقيقة في جنوب الأردن علينا أن نسأل نفسنا ولعيلينا أن نشد على أيدي أبنائنا الذين يصلون الليل بالنهار لمتابعة والقضاء على هؤلاء المهربين وأيضا الشكر لمديرية الأم العام من خلال إدارة مكافحة المخدرات والتزوير والشكر لدائرة المخابرات العامة هذه منظومة مشتركة تعمل كخليط النحل كلهم في واجبه ولكن عندما ينادي المنادي كلهم رجل واحد لحماية الأردن لحمايتك وحمايتي وحماية كل من يشاهدنا طيب دول الإقليم اليوم ومواقف هذه الدول من كل ما يحدث اليوم تقييمك له والله يا سيدي التنسيق عالي بين الأردن ومصر بجزمي بأن مصر موقفها من موقف التهجير موقفهما موحد دول الجوار المجاورة إلى فلسطين ودولة إسرائيل محتلة يعني سوريا فيها ما يكفيه ولبنان أيضا أعانها الله فيعني المشاكل الداخلية وعدم الاستقرار خاصة في سوريا يعني لا أستطيع أن يكونوا مؤثرين في المعادلة تأثيرهم الوحيد هو عدم ممكن الإنخراط من خلال حدودهم في أي عمليات دول الخليج تدعم الموقف الأردني وتدعم حل الدولتين والعراق أيضا كمؤسسة رسمية نهيك عن ما أفرز على على الحدود الأردنية من ضغط يعني أنا بقول لللي حاولوا بدون يخترقوا الحدود يا سيدي أسهلك واخطوطك فاتحة روح من خلال سوريا ولبنان وادخل مثل ما بدك ليش يعني جايت في الصدعة في الأردن الأردن ليس ضعيفا لا أحد يزاود على الأردن بما يفعل أخوانه في الفلسطين لا أحد يزاود علينا نحن لا نزاود على أي إنسان أي جهد ولو أنه دقت مسمار من أي جهة نشكره لأنه مسمار من هذه الجهة ومسمار من هذه الجهة بنثبت ألفين مسمار بس لا يزاود عليه كأردن لا يزاود عليه نحن ليس لنا مطمع في فلسطين لا من قريب ولا من بعيد لنا مطمع واحد عيش الفلسطيني بسلام وأمان وعيش الفلسطيني في دولة قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية يمارس حقه الإنساني والقانوني والدستوري والسياسي على أرضها برأيك الأمور إلى إن تتجه في الفترة المقبلة رأيي الشخصي من خلال قراءتي وثبت خطأ كثير فيعني ليس بالضرورة أكون محق فيها أرى على المدى القصير الأمور ستكون غير واضحة ولكن أنا أرى على المدى المتوسط والبعيد لا مفر من الدولة الفلسطينية لا مفر لا مفر أعتقد هذه الحرب وبالتحديد يوم سبعة أكتوبر هي نقطة التحول للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعربي الإسرائيلي هذه نقطة التحول جديدة ستفرز في المدى المتوسط والبعيد دولة فلسطينية على حدود ما قبل الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ودولة قابلة للحياة هنا عدتها ثلاث مرات في حلقتك سيدي فأنا متأمل كل من تشوف من شخص متأثرين مباشرة في هذا الصراع أعتقد بعد هدوء غبار المعركة لن تراهم على الساحة السياسية تقصد موقفون فقط لأنه في هذا الجانب وأنا بدي أحكي في شيء فلسطيني نعم لكن اليوم الحديث عن حماس ودور حماس في المستقبل الفلسطيني ووجود المقاومة من عدمها هل تقرأ أنه يمكن التوصل إلى حل سياسي حقيقي مع تعنت الاحتلال وأيضا عدم قبول أو رضوح حماس لأي شروط دون الشروط التي تريدها وهي حل أو أفق سياسي لحل لدولة فلسطينية دون أن تشترد شيئا في حكمها من عدم شوف المشهد ديناميكي ومتغير في الثامن من أكتوبر ما كانت تتكلم به إسرائيل ليس كما تتكلم الآن ما كان يتكلم فيه الغرب الداعم إلى إسرائيل ليس بنفس ما يتكلموا في هذه اللحظة حتى خطاب قيادات حماس تغيرت حتى خطاب قيادات حماس تغيرت السؤال هل المقاومة الفلسطينية لا أحصرها الآن في تنظيم معين المقاومة الفلسطينية هي جزء من الشعب الفلسطيني باعتقادي عندما ندنو من حل الدولتين هناك لا داعي إلى حمل السلاح السلاح يصبح في يد الدولة من خلال منظومتها الأمنية فإذا أردت أن تقصي أي جماعة إذا أردت أن تقصي أي جماعة فستبقى هذه الجماعة مناكفة للدولة الجديدة ويجب علينا أن نتذكر شيئا بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد وهي الجهة التي أجمع العالم عليها كممثل شرعي للشعب الفلسطيني وهي من وقعت اتفاقية السلام والتي اعترف فيها دولياً بما فيها دولة الاحتلال ويجب أن لا نتجاهل وجود منظمة التحرير الفلسطيني أنا أبدأ أشكرك كل شكر باشا على وجدك معنا ليلى وضحت الموقف الأردني وجهة الأردني وجهة القوات المسلحة والجهة الدبلوماسي الذي بذل منذ بداية العدوان حتى اليوم وقرأتها كيف سيكون المشهد خلال الأمر الحمد لله وأعيد وأكرر الأردن قوي الأردن قوي بأهله بشعبه بقيادته والأردن نظر نفسه إلى فلسطين شهيداً ودعماً ومؤازراً فلن يتخلى الأردن ولن تتخلى القيادة الهاشمية عن فلسطين وعن حقها في الوصاية على الأماكن الدينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية أشكرك مرة أخرى عدو من سعيان حسين هزاء المجالي شكراً وجدك معنا باشا جزير الشكر